طيب خلينا نروح لملف التحكيم في مصر شوية النهاردة كان فيه بيان أصدروا اتحاد الكرة البيان ده صدر على الصفحات الرسمية أو الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي واثناشر حتى على الفيسبوك كتبوا فيه أنه كان فيه اجتماع عقدوا مجلس إدارة الاتحاد مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ويمكن خليني أقرى لحضراتكم نص البيان البيان بيقول أنه في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة خطة النهوض بمستوى الحكام وتطوير أداءهم عقد المجلس اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجوالات الفصلة في مسابقة الدوري المصري كما عرض بيريرا أيضا خلال اجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل واللي هيعتمد فيها على تقييم الحكام تبقى لأداءهم طوال الموسم الحالي وتصرفهم لثلاث مستويات فنية أو أكتر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات للحكام وكما وضع فيتور بيريرا لاحة جديدة للحكام تعتبد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد وطبعا يعني والتحكيم يحتاج مننا حلقات وحلقات وخصوصا أنه في تاني تجربة أجنبية لرئاسة لجنة الحكام حقيقة لم يأتي أو لم يظهر جديد وخليها نقول أنه المشكلات اللي حصلت في وجود كلاتنبرج ومن قبله عصام عبد الفتاح ومن قبله ووجيه أحمد وفي وجود بيريرا ما زالت هي هي نفس المشكلات بالدرجة اللي تخليك تتساءل هل أنت محتاج مش بس لفكرة الخبرة الأجنبية أو لفكرة أنه يكون فيه خبير أجنبي يتولى المسؤولية لكن أنت في احتياج الحقيقة لإعادة صياغة المنظومة ككل وأعتقد ده اللي ممكن يكون بيفكر فيه بيريرا كنوع من أنواع إعادة تنظيم البيت من الداخل ووضع نظام عمل جديد من الممكن من الممكن نكتراها أنه يؤتي سمارو بداية من موسم القادم